المترجم للقناة تنزل لوحد المستوى بسبب تعنت النظام الدكتاتوري الجزائري ففي مجلس حق الإنسان بجنف قلنا عرفوه أن المغرب يترأس هذا المجلس فعليها ليس هذا المجلس وطبعا الجزائر دائما تستغل الفرص لكي تضايق المغرب دارت ندوى أو ورشا حول فلسطين وطبعا هذا الموضوع كنت بغيت بيه من خلاله وكتلعب عليه على أنه داعمة لفلسطين ظالمة أو مظلومة وكتحاول أنها تبقى دائما في أحد الواتيرة معينة بحضور المنتدى الدولية بحضور الدولي وتكسب عطف أحد المجموعة من دول لكن الناس اللي حضروا تفاجأوا على أن الجزائر استغلت غير الموضوع باش تهجم على المغرب والقضية العادلة ديال المغرب بمعنى أنه مع الأسف هدا مدي محاولة اللي صبحت مفروشة وعقب يا جاعة الناس ومكشوفة على أن الجزائر كتستغل قضية ديال الفلسطين كما استغلها المرشح الحر عندما جيت تبور في الحملة انتخابية دياله وبغاء يلعب عن المشاعر ديال الشعب الجزائري فاللوقع لما أنهم دخلوا اكتشفوا بأنه هدي حيلة من الحيال ديال الجزائر فانسحبوه من اللقاء ومنهم السفير الفلسطيني اللي قدم اعتضاره للمغرب للمسؤول المغربي وأصدقاء آخرين اللي كذلك تهموا عبروا على الأسف ديالهم وعبروا على الاعتضار ديالهم للمغرب وقالوا احنا لا علاقة لذلك شيء دياله والخبر اللي جانب على أنه كان أكتر من 35 دولة علنات على دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقارم الجنوبية واشدلت على احترام الطابع الثنائي لتفاعل دول الأعضاء مع مجلس حق الإنسان المفوض الثاني وأن هذا حمايته من أي استغلال مما كيولد واحد نقاشة سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حق الإنسان وهنا كيشيروا هذا شيء لدارة الجزائر وأشادت هذه الدول بافتتاح العديد من القنصوليات العامة في مدينتي الدخلة والعيون هذه المسألة لك تشكل واحدة رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لصالح السكان دي الأقنية الجنوبية وتعزيزاً للتلمية الإقليمية وكذلك القارية شوف الأبعاد ديل هاد الناس واللي عندهم حسنية واللي يفهمين الموضوع مزيان وفيما يخص النزاع المفتعل السحر المغربية أكدت هذه المجموعة أن هذا النزاع هو نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن لكي اعترف بأولوية مبادرة الحكم الداتي لقدمها المغرب باعتبارها مبادرة جادة ودات مستقية من أجل التوصل الحسن السياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول السحر وعبرت هذه الدول عن دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق عملية سياسية الحسرية للأمم المتحدة لأن الأمم المتحدة الوحيدة هي المكرفة في هذا الموضوع لا يوجد مجلس آخر أو مؤسسة آخر نهائيا في العالم على أسس أن الصغة التي تم تحديدها خلال المواد المستديرة المنعقدة في جينيف وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن وذلك يوم القرار الأخير رقم 27-03 بتاريخ 30 أكتوبر 2023 والذي يهدف إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي مبني على التوافق وحنا كنا أعرف بأنه في الأمم العام للأمم المتحدة سيقدم تقرير حول موضعها بالصحراء لمجلس الأمن المجلس الأمن سيجتامى في أكتوبر وسيجعل قرار في هذا الوقت يعني الجزائر تتمخض وكتتحرك وكتدي تحوى حمسة كثيرة لتأثر على القرار المجلس الأمن اللي هي دبا عضوة فيه بصفة مؤقتة ورحبات المجموعة هذه اللي وقعت على هذا الإعلان أنها كتترحب بترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور اللي كانت لعبه لجنتين الجهويتين للمجلس أخرى كنا نعتني مسائل مسألة مهمة للغاية وهو أن المغريب شارك في المنتدى بريكس 2024 للشاركة في الثورة الصناعية الجديدة في مدينة شامن بالصين ومثل المغريب في هذا المنتدى سير رياض مزوار وزير الصناعة والتجارة وقال سيمزوار على أن المشاركة في هذا المنتدى شكلت فرصة مهمة لتبادل إنجازة الصناعية المغريبية مجموعة بريكس بهدف تعزيز الابتكار وتحقيق النمو المستدام من أجل مستقبل أفضل ولكن اللي كي همناه هو الموقف في الجزائر الجزائر أو الثاني دبا ما بعد دكش اللي وقع في اليابان بدو وقع الدول اللي كتصدف لقاءات بها الشكل وكيفها أفريق وكيفها جزائر كيرضون البال مزيان من الجزائر وكيرضون مزيان من الجزائر ومكونات والوتائق فالصين كما شاهدنا في لقاء الصيني الإفريقي أو المتدس الصيني الإفريقي كانت حزمة ورفضت أنه من حضره مرتزقة البولتار لنفس شئدته وقيل لنا على أنه الجزائر انسحبت بهذا اللقاء لأنه كان الدور تقلب على أنه دائما تسعائلة مثل هذه أمور وموزت مع الحضور الوازين للمغرب في هذا اللقاء لبريكس كتبات جارية تلوموند مقال جد مجد مهم يخصى نطلع عليه ونعرفو الحقيقة هذه الأمور لا نسمعوش لهذا الكاراغيلة ذكرت صحفة تلوموند على أن المغرب أصبح في السنة والأخيرة محور رئيسي للصين في تحقيق أهدافها التجارية مع أوروبا وأمريكا الشاملية لأنه حموية يكون كيف الصين ممشتش مع الجزائي ممشت مع المغرب وأنها كتبنا الأطروح للمغرب المغرب ماشي سهل ورحش لم يشير هكذا ورحكين لأن السياسة فهم صالح ومغرب حاضر بقوة في العالم وهالشي كتأكدو جارية تلوموند وضحت بأنه على الرغم العلاقة بين البلدين المغرب والصين ما كانت دائما عميقة إلى أن الصين بدأت ترى في المغرب بواب استراتيجية للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إن الصين عينها على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكتعرف المكانة المغرب في هذا المحور لأنها لا تريد تدريس قوانين التي يمنعها لذلك تحاول تدريس تريقا خير مباشرة وكتشوف المغرب أو تعتبره كبواب استراتيجية لتوصل إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وحسب تصريحات الوزير الصناعة المغربي يقول بأن الشركة الصينية كانت تواصل معها بشكل يومي في إشارة إلى الاهتمام المتزايد بالصناعة المحلية المغربية وأفاد هذا التقرير دير لومون أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين منهار تقعات في إطار مبادرة الطرق الحرير الجديدة في عام 2016 أدت إلى المبادرة التجارية أعفون بين البلدين بشكل كبير وفي عام 2023 بالغاية هذه المبادرة تحاولت 8 مليارات دولار وهو رقم يقارب حجم تبادل التجارية بين الصين وجزائر إلا أن الاستثمارات الصينية في المغرب ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة مع الجزائر حيث بالغاية 3 مليارات دولار فقط بين عام 2005 وعام 2020 مقارنة بـ 24 مليار دولار في الجزائر ورغم ذلك تتقول صحيفة للمون على أن المغرب بدك يشهد واحد اهتمام متزايد من الشركة الصينية في قطاعات جديدة مثل صناعة البطاريات الكهربائية ومجلة الإيكونوميس البريطانية درجات المغرب ضمن دول الخمسة الأكثر استهدافا من قبل استثمارات الحقول الخضراء الصينية في عام 2013 هذه الاستثمارات تعزت بإعلان شركات مثل CNGR وغوشن عن استثمارات تصل إلى عشرات المليارات يورو في المغرب بالشراكة مع صندوق استثماري وشركة سيجر القابضة المملكة لصاحب جلد الملك محمد سليس والسافير الصيني في الريباط لتشانغلين يرى أن هذه الشركة تأتي بشكل أساسي بسبب اتفاقية تجارة حرة لكتربة المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حسب مسر راح به للصحيفة الفرنسية وكي أكد الباحث كايون تشان من جامعة برينستون أن الشركة الصينية تسعى من خلال الاستثمارات إلى التحايل على القوانين والشريشة الهجويلة القوانين التي تهدف إلى تقليص وجودها في الأسواق الأمريكية والأوروبية مستفيدة من إعفاءات ضريبية للبطاريات المصنوعة من مكونات قادمة من دول وقعات اتفاق التجارة حرة مع الولايات المتحدة بما في ذلك المغرب من الصين لا تلعب والحضور المغربي الحمد لله وازن ووازن والشركة بين الصين ومغرب ما توقفش عن الصناعة مغرب يمتلك حتيات مهمة من المعادين الضرورية لصناعة البطاريات الكهربائية مثل كوبالت والنحاس هذا الشيء ما يريد نساوه في العلاقات الدولية وكتوقع لوموند أن يتم تشغيل مصنع كيبريت الكوبالت في كماس بحلول عام 2015 الذي يلبي طالب العالم المتزايد عن المعادين النادرة كما أنه توقع افتتاح مصنع للنحاس في تزنيت خلال نفس الفترة وأدف التقرير أن هذا الهتمام الصيني بالمغرب يمتد أيضا إلى صناعة السيارة الكهربائية وأصبح المغرب خلال 15 عام الماضية المنتج الرائد للسيارة في أفريقيا وبفضل ميناء طنجة متوسط ومقع الاستراتيجي يبدو ينتاج السيارة الكهربائية تصدير إلى أوروبا وامريكا قريب المنال وهذه كلها مكونات وكفاءات لعند المغرب والشكلات من ضمن مشكلات القوة والعلاقة بين المغرب والصين ليس اقتصادية فقط بل تشمل أيضا الجانب السياسي ومؤكد أن المغرب يدعم سياسة الصين واحدة ويتجنب انتقاد سياسة الصين توجه الأقليات مثل أويغور أو الأويغور في المقابل مازالت قضية الناشط الغوري إدريس عالقة لأن تم اعتقاله في المغرب بناء على طلب من الانتروبول بطلب من الصين ولكن تسليم مازال معلق بقرار من السلطة المغربية لا يريد أن تدخل في هذه الحساسية على عكس العديد من الدول الإفريقية المتقلة بالديون الصينية كالتسم العلاقة بالمغرب والصين بالبراجماتية ووفقا للباحث يحيى زوبير وأفادت مومونت أن المغرب كيس عالي تنويع تحالفاته مع الصين دون المساس بشركته التقليدية مع دول مثل فرنسا وإسبانيا والمتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل بالمغرب عافش كيدي أما جنرال جزائر مغرب دو غير شكرا تبا بكم والسلام عليكم وحتى الله وبركاته